موسيقى موسيقى انطلاقا من الدور الكبير لمعاون الأمن في إثراء العمل الشراطي بقدراتهم التدريبية والتعليمية المتميزة التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم بمعاهد معاون الأمن منذ أن تم استحداث هذه الفئة ضمن منظومة العمل الأمني واستمرارا لضخ المزيد منهم في أجهزة وزارة الداخلية فقد صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الذكور والإناث بمعاهد معاون الأمن وفقا لشروط وضوابط محددة أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن فتح باب القبول والضوابط تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها لرغب الالتحاق بمعاهد معاون الأمن من الزكور والإناث الدفعة التاسعة وفقا للقواعد التالية أن يكون المتقدم مصر الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية أن لا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أن لا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاون الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب أن لا يقل الطول عن 170 سنطي بالنسبة للذكور بالنسبة للإناس لا يقل الطول عن 160 سنطي ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى ألا يكون متزوجا أو صبق له الزواج وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن أماكن ومواعيد سحب كراسات للتحاق وهي معهد معاون الأمن بطرى للذكور والإناث ومعهد معاون الأمن بمدخل وادي النطرون بالبحيرة للذكور ومعهد معاون الأمن بمدينة السادس من أكتوبر طريق الوحاة للذكور ومعهد تأهيل الأفراد بحي الكوثر بسهاج للذكور وأتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت اعتبارا من يوم السبت الموافق الرابع من نوفمبر 2023 حتى الخميس السابع من ديسمبر 2023 ويحصل الطلاب على مزايا خلال فترة الدراسة حيث تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة كما يحصل الطلاب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد الدراسة بمعاهد معاون الأمن على مدار عام ونصف لتأهيلهم علميا وعمليا للالتحاق بكفاءة وفاعلية واحترافية للعمل بمختلف المواقع الشرطية الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاون الأمن هي فرصة لمن تنطبق عليهم الشروط للتحاق بهذه المعاهد شرط اكتياز الاختبارات المحددة من نفسية وذهنية وبدنية وصحية ورياضية ثم بعد ذلك الدراسة بالمعاهد مدة عام ونصف بعدها يتم الالتحاق بكافة المواقع الشرطية مسلحين بالعلم والخلق والاحترافية الكبيرة عبدالله بركات التلفزيون المصري